بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل على مسائل خصم الاولاق التجارية. شفنا مسألة المرة الفاتت ازاي نجيب صافي المستحق للعمير بالخطوات اللي احنا عناها. المرة دي المسألة شبه كده بس فيها آآ شوية جبر كده. آآ خاصة مع احد التجار يوم خمستاشر يناير. خاصمها يعني ده لتاريخ المبكر. من بنك القاهرة الذي يستحق السداد يعني انا كنت المفروض اروح تلاتة وعشر ابريل. جيت له بدري في يناير ده كل فترة المبكر. يبقى انا عندي هحسب من خمستاشر واحد الى ذات عشرين ابريل مدة الخصم. تسلم صافي ادم الديني الصافي معطى. ده اللي انا كنت بعمله مرة الفاتت هم الدوني معطى. صافي ستة وتسعين الف خمسمائة وعشرين ريال. فاذا عامت انا شروط البنك القاتي بقى بيقود اتنشر في المية آي. عمر التحصيل واحد من عشر في المية. واحد من عشر في المية يبقى هقسمها عالمية. ومصاريف خمسة من مية. في المية هقسمها عالمية. وهضيف على المهلة يومين. هنا الغريب بقى اللي احسب الاس يعني عايزة قيمة اسمها للورقة. الاس هي المجهولة. طب دي عايزة شوية احترافية في الجبر. نشوفها نمشي ازاي. اول حاجة طبعا نحسب من خمستاشر يناير الى تلاتة وعشرين ابريل اللي هو تلاتة وعشرين اربعة. طبعا يناير واحد وتلاتين يوم. فمن خمستاشر واحد وتلاتين قد ستاشر يوم. وفبراير طبعا هنا السنة بسيطة يبقى تمانية وعشرين يوم. واحد وتلاتين مارس. ثم اخر مدة تلاتة وعشرين اربعة زائد اتنين مهلة. يديني مئة يوم يا جماعة واليوم دي مهمة او عشان نقسم مع تلتمائة وستين. امشي بالخطوات اللي عملتها في المسألة اللي فاتت. اللي هو اول حاجة بجيب الخصم التجاري. ايه اللي هي المبلغ في المعدل في المدة? الله طب المبلغ ده اسمه كمال اسمية. مجهول. ايه المشكلة? بس انا عندي الاي معلومة والان معلومة. اضربهم في بعض. ركز معاي باعشان ده جبر. اضربهم في بعض. هتلاقي هنا المبلغ اللي هو الاي آآ آسف في المعدل الاي في مية عا تلاتين وستين يدينا ايه? رقم هيتضرب في الاس. لكني زي ما بقول كده في المعدلات الجبرية خمسة اكس مسلا. ما هو رقم مضروف مجهولة هو. فالاس هنا مجهولة هيطلع ايه? ده يتقري تلاتة وتلاتين من عشر تلاف ضرب اس. حلو. ادي معادلة هي. دي تعتبر معادلة. طيب جبنا الخصم التجاري. نجيب بقى نحسب قبل الخطوة الاولى بيجيب خصم التجاري. ثم نحسب مصاريف التحصيل وعملت التحصيل. مصاريف التحصيل اضرب الاس اللي هي المجهولة برضو. في في النسبة لهوم الديهان اللي هي كان قال لي خمسة من مية. في المية اقسمها على مية. برضو اداني رقم كده مضروف في اس. زي خمسة اكس زي ما بقولك كده على الخمسة اكس. يبقى ده اسمه خمسة من عشر تلاف اس. طيب نجيب كمان بالمرة. العمولة. العمولة برضو. هضرب نسبة العمولة في الاس. ما الاس مجهول برضو ما زال الاس مجهول. يبقى هيبقى رقم برضو مضروبا في ايه? في اس. طيب. بقى عندي دلوقتي دي خطوة الاولى عملناها خلاص. اللي هي حسبنا خصم التجاري وحسبنا العمولات والمصاريف. تاني خطوة على طول بجيب اجمال الخصومات اللي انا عملتها في المسألة اللي فات. اجمال الخصومات بيساوي ايه? بيساوي خصم التجاري. اللي هي المعادلة الاولى. والمصاريف اللي هي المعادلة التانية. والعمولة اللي هي المعادلة التانية اللي هما كلهم اسات. انا جيت هنا ما يستلك الاس بلون لحمر. عشان تبقى عارف انها مجهولة. المعادلة الاولى اللي هي خاص بالتجاري تلعى الرقم ده مضروبا في اس والمصاريف في الرقم ده مضروبة في اس والعمولة الرقم ده مضروبة في اس طيب ايه المشكلة ان انا اجمع الارقام اللي باللون الاسود دي يعني ايه اجمعها يعني انا مثلا ما اقول لك هاتلي قيمة خمسة اكس زائد اتنين اكس زائد تلاتة اكس جبر عادي خالص طب مدام كلهم اسمهم اكس ارس واحد يعني كلها اكسات شبه بعض يبقى من حق اجمع الخمسة والتنين والتلاتة يبقى كلهم اسمهم عاشر اكس نفس الفكرة بس المجهول عندي اسمه اس المراد فهاجمع الرقم ده مع الرقم ده مع الرقم ده يديني الرقم ده برضو مضروبا في ايه في اس يبقى الخطوة التانية فيها يبقى انا بمشي بالخطوات التاعة المسألة اللي فاتت عادي خالص وافضل ماشي بالاس كمجهول كده شغل جبر عادي خالص طيب اخر خطوة كانت اللي هي خطوة التالتة صافي المستحق للعميل بطرح الاس بقى من اجمال الخصومات طيب هو الميزة هنا ان صافي المستحق موجود والقيمة الاسمية مش موجودة والخصومات دي موجودة طب تعالى ننزل بقى اللي موجود صافي المستحق اللي هو استلم والعميل في المسألة ستة وتسعين الف خمسمية وعشرين القيمة الاسمية مجهولة اسمها اس هي بالاحمر واجبنا اجمال الخصومات لها اخر معادلة جبناها تلتمية تمانية واربعين من عشر تلاف مضروبة في اس ينفع نطرح دول اه ينفع لما بقولك هاتلي اكس ناقص مثلا ستة من عشرة اكس الاكس دي اكين جنبها واحد واحد ناقص ستة من عشرة يدين اربعة من حقي اطرح واحد اكس من الرقم الكسر ده يبقى نفسي الفكرة واحد اس ناقص الرقم ده على الالحظ بهيدين الرقم ده برضو مدبوعا او مضروبا في اس طب الاس دلوقتي خلاص وصلت ان هي مضروبة في رقم معلوم وبره في رقم معلوم يبقى الاس بالساوي ايه اقسم اللي بره ده على اللي جوه يبقى ستة وتسعين الف خمسمائة وعشرين على تسعة تلف ستمائة وخمسين من عشرة تلف يدينا تقريبا ميت ألف لانها ودينا تسعة وتسعين ألف وتسعات كتيرة كده وبالتالي تكون القيمة الاسمية تساوي ميت ألف وبكده بالمسألتين دول نبقى خلصنا الوحدة التالتة وخدنا اهم الافكار فيها طبعا هو في افكار غير كده في الخصم التجاري بس احنا مش هنتعرض لها لان المرهج بتاعنا اقتصر على الافكار دي وان شاء الله نلتقي في الفيديوهات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته